اجتمع وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة العادية السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في مدينة فيينا برئاسة السفيرة الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري المندوب الدائم للمملكة لدى الوكالة مع السيد رفايل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وخلال اللقاء أثناء السفير على التعاون المثمر والبلاء بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك من خلال برامج التعاون التقني وبناء القدرات الذي يسهم بشكل واسع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما عبر السفير عن خالص شكره للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس محافظي الوكال على المتابعة الدقيقة التي يوليها لقضايا ومشاغل المنطقة في المجال النووي وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني وذلك في إطار السعي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي خاصة من أسلحة الدمار الشامل من جانبه عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تقديره لحرص المملكة على القيام بتنفيذ كافة المتطلبات الفنية كما أثنى على قائمة الدعم المقدم من قبلها وما حققته البحرين من إنجازات مشجعة موسيقى 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 موسيقى